صباح الخير او مساء الخير اين كان التوقيت اللي انتم تسمعوا في الفيديو. اه برحب بالمشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت لسه جديد تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لمواريد برج العزراء. اه انت ايه? والشريك ايه? انت شايفك انت قافل على مشاعرك انت قافل على قلبك اه طاقتك الاول انت بتبص اه بتبص على حياتك ممكن تكون قبل كده بتبص على حياتك او بتبص على الوضع يعني ممكن انا شايفك اه في وضع يعني ممكن اسميه بنهار يعني. اه دي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا. اه فانا شايفة انت العامة يا برج العزراء بتبص عليه وايه اه انت نفسك تنتصر. انت كنت في علاقة حب حلوة جدا. انت عايزها ترجع تاني. بتحاول وبتجاهد ان العلاقة دي اه ترجع تاني. هو ده دي الطاقة اللي موجودة بتاعتك في الفترة الحالية. الطاقات اللي موجودة في القراءة قبل ما انت. اه انا شايفة معاك الطاقة النارية. كتير. الهوائية. اه النارية الهوائية. اه والمائية. بسيط معاك ترابية. يعني اولي الاوي. الابراج اللي موجودة. اه شايفة برج الدلو. برج السرطان. اه برج الجوزاء. اه برج العزراء. انت ممكن تكون شريكة كمان عزراء. برج لو شفت اي حاجة تاني برضه هقول دي الطاقات اللي موجودة. والابراج اللي موجودة. انا شايفك اه حاليا كمان انت انت غامض. انت يعني انت عندك سكون غريب في الفترة دي يعني. انت زعلين. اه شايفة فيه رحيل. اه شايفة فيه حياة يعني اه يعني فيها يعني بسنهار. اه انت سيبت اه عندك حاجات ممكن تعملها. اه بس انت ممكن تكون مستني. مستني الطرف التاني تشوف هيعمل ايه? مستني تشوفه هيقدم ايه? انت عندك اللي تقدمه. مستني تشوف الطرف التاني يعمل ايه? وانش عايز تشوف اي حاجة تاني غير كده. يعني انت حاطس اه ان الطرف التاني اه هو اللي لازم يعمل حاجة للعلاقة. اه انت تستحق اه منه كده. اه يعني انا شايفك هنا كمان اه عايش يعني الوضع بتاعك وضع ممتاز جدا يعني. انت عندك تعب اه اه بس انت مش مبين يعني انت مخلي نفسك اه في وضع الكوين اه شخصية قوية اه بتقدر تسيطر بتقدر اه تفكر كويس اه اه يعني حاسس ان انت تقدر اه تديري العلاقة في شكل كويس اه ممكن كمان اه يعني تكون بتتعامل مع حد مع شريك يكون مندفع او متهور اه لكن انت شايفك برج العزراء بالنسبة المتزوجين شايفك قادر تسيطر على الوضع في العلاقة اه بشكل كبير يعني هادي وراكز وعائل حاجات كتير كده كلها حلوة اه في نفس الوقت انت في حاجة في جمالك لو الحاجة دي ما تنسبتش انت قايل انك انت هتسيط كل حاجة وتمشي لو الحاجة اللي في جمالك دي ما تعملتش يعني انت عايز اه يعني ديك طلبات او اه او 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 في حاجات معينة عايز تشوفها من الشريك معاك انت قايل لو ما تعملتش انت هتمشي اه الحاجة دي انت بتتمنها يعني انت انت حاسس ان نجاح العلاقة هيكون بوجود يعني بتصليح الشريك في الحاجة اللي انت شايفه غلط فيها او ان انت تنهي العلاقة وتنشي خالص اه شايفة هنا للبعض منكم في اه ممكن يكون في طرف تالت في طرف تالت اه في طرف تالت ممكن يسبب بهدم العلاقة دي اه فيه غموط في العلاقة دي يعني ممكن ان انت او او الطرف التاني مش اه مش قادر يتوصل لحاجة لحاجة اساسية في موضوع الطرف التالت ده اه لكن فيه طرف طرف تالت ممكن يتسبب اه في هدم العلاقة دي اه نشوف الطرف التاني ايه تفكيره الطرف التاني انا شايفه بعد بالنسبة المتزوجين انا شايفة الطرف التاني بعد عايز يفكر بعد وندمين ندمين على الزواج وعلى اسرة وكده وممكن يكون مسافر ممكن تكون انت من بلد وهو من بلد او يكون عايز يسافر عايز يبعد اكتر اه شايفة اه شايفة الطرف التاني منكسر حزين زعلان اه وكأنه بعد او مشي بس مهزوم يعني مهزوم وحاسس اه حاسس بخسارة اه العلاقة او عند بعضكم العلاقة فيها طرف تالت اه فيها حد بيدافع عن نفسه عن مشاعره عن بيته عن حياته اه فيها حيرة اه وفيها غموط كتير يعني كتير ممكن يكون فيها شكوك اه ممكن الطرف التالت ده يكون عندك انت يا برج العزراء والحبيب عندك او الشريك يكون بيشك او بي او او حاسس او انت تكون بتشك فيه او حاسس بحاجة فيه ايوة خداع فيه همود اه فيه طرف تالت اه الشريك كمان انا شايفه حذر يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية فيه حب اه في حب اه بيفكر فيك كتير اه بيفكر في صحيح في حل للعلاقة دي اه يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لكو كتير علاقة 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 روحية بينكو قوية اه بس بعضكو يعني انا اسفاء برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك انت بعت انت غادرت انت آآ 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 خدعت شريك زعلان آآ تعبين بيدفع عن نفسه آآ بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض آآ برج العزراء انت او هو الشريك شايفك كده انك انت آآ غادرت بحب آآ بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة في طرف تالي في جماعة في العلاقة دي آآ النصيحة بتاعتك آآ يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك آآ محتاج آآ تشوف الامور آآ بشكل اوضح آآ تفكر بحكمة وعقل آآ تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غمود كتير في حاجات مش معروفة آآ مش معروفة كتير. هنا بيقولك انك آآ آآ بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش آآ هتعرفها. يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي فيه حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين للمواريق برج العزراء. الكراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تكتك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض آآ ممكن للبعض يكون آآ الطرف التاني او الطرف اللي انت منفصل عنه آآ يكون يسافر او تكون في علاقة حب مع حد مسافر. بس انا شايفة آآ رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع. يعني فيه انقطاع تواصل تماما بنسبة لك يا برج العزراء مطلقين ومنفصلين. آآ شايفك آآ فيه حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني مش في الوضع الحالي في الماضي. الكراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله. الماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تساهم كتير. آآ شايفة آآ طرف بعد. شايفة فيه غدر. آآ شايفة آآ طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير حصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفك خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مريد بيها. آآ كمان آآ انت كنت يعني زي ما تكون ماشي العلاقة بالاا بالطبر. يعني مش اكتر. يعني انت ما كنتش بتعمل اي حاجة في العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون شايف ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن ده حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين. او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره. آآ شايفكم انت في وضع متكتف آآ ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر. يعني في الغالب هي سرقة. وممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر. سرقة عمر. سرقة آآ حياة. يعني حاجات كويسة في حياتك. مش شرط تكون آآ سرقة بس مادية. آآ في الوقت الحاضر انا شايفك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء. عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها. بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ بيبص على الماضي آآ شايفة بعضكم بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعض التاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل. خالص يعني لقدام لقدام. ده وضعك الحالي. بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي. آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكم دخل في ارتباط. ممكن يكون بعضكم آآ عايز يدخل في ارتباط جديد. لان شايفة برضو هنا انت بتتيب الماضي. يعني انت ميجي دهرك في الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد. وبتفكر آآ ممكن بعضكم يكونوا ياخد وقت مع نفسه انه يفكر في العلاقة الجديدة دي. آآ شايفة للبعض منكم منصفين مطلقين شايفة في علاقة زواج. آآ شايفة في زواج كزا كانت زواج شايفة في رجوع آآ شايفة في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفة في هنا يعني انت مريت بالزيت في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفة هنا انت بتكرر تنهي علاقة او في علاقة انت مش عايز ترجع لها. آآ الطرف التاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه. آآ المستقبل انا شايفة عندك فيه علاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب آآ تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنعها وممكن دي تكون رجوع على فكرة. لان شايفة آآ اللي بعدها آآ شايفك منتصر. منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس. يعني مش انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك. لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين به وفخرين بالانتصار ده يعني بك. انا شايفة ناس كتير بتهنيك. بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوع في الطرف التاني آآ وممكن يكون رجوع الطرف التاني لان انا شايفك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه. شايفة وضعك هيكون مستقر جدا. آآ في المرحلة اللي جاية. شايفة وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خايد تاني لأ. انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عرفت ايه آآ كأنك عرفت اللعبة بتتلاقي بازاي. يعني خلاص انت بقيت ساكت وآآ بقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك. فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبالك انت يا برجو العزراء. آآ الطرف التاني انا شايفة يعني آكل على مشاعره مش آآ مبين ان هو آآ يعني يعني مش عايز يتواصل آآ أو آآ بس الطرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منكم هو يكون عايز العدل معاك. يعني عايزك تفكر بعقلك. آآ تاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال لانه ممكن يكون بعضكم في انفصال آآ بس من غير طلاقة. آآ وعلى فكرة هو اللي بعضكم عشان كده بقى عشان كده في رجوع هو سهلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عنده حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفيه ممكن يكون في حاجات بيعاملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش آآ مش مباشرة يعني مش جاي لك هو طريح لأ آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيطالب بال بالعدل وآآ في ان هو مسيطر على مشاعره مسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لان في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون في رجوع بس الطرق تانية غير آآ مباشرة النصيحة بتاعتك بالنسبة آآ لبرج بالنسبة لبرج العزراء آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة انتهت لا لك آآ في علاقة انتهت بالفعل آآ في بعدها بداية جديدة آآ حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو آآ انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك آآ مش آآ مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بهم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جذاب آآ للطرف التاني آآ الابراج اللي موجودة يعني اقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة في الطاقة النيرية طاقة مائية آآ هوائية كتير عندك هوائية والطاقة الترابية الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ الميزين شايفة معيك آآ السرطان الاسد آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك آآ برج العزراء. دي الابراج اللي انا شفتها وبرج الحمل كمان موجود معيك. برج العزراء زيك موجود معيك. آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله. آآ ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء. الكراءة آآ كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين. آآ ماضي حاضر مستقبل. انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان. آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم. آآ ممكن تكون آآ كنت يعني طرف تالت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تالت او في علاقة حب آآ دخلها طرف تالت. لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط كنت سعيد آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفك فيه في حياتك شخص. انت كنت عايز تفوز به. فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده. آآ آآ شايفت لبعضكم العلاقة دي آآ اتحدت. احتمال اتحدثني يعني من بدايتها. آآ في كتير آآ يعني في كتير آآ في القراءة بتاعتكم يعني آآ انت كنت يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تالت. التقات الموجودة انا شايفة تقات نارية موجودة معك كتير في القراءة بالنسبة للعزبين وغير المرتبطين. النارية كتير جدا معيك. والآآ والترابية والهوائية بسيط وفي مائية. الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد آآ سور آآ عزراء آآ آآ الاسد جاي لك كتير آآ آآ ابراج كتير موجودة سرطان المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ فيه انسحاب وفيه رحيل آآ شايفة الطرف التاني او انت دفعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي آآ وبعدها كان فيه الانفصال او انقطاع العلاقة آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة الطرف التاني آآ يعني بصت له قدام غير وجهته ادى ظهره يعني يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انتهت بسبب كده ان هي في حاجة اتعرفت في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة النس حوالكم. آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جدا فوق طقتك آآ يعني بتحب الطرف التاني ده في عندك حب كبير جدا ليه آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باصس على العلاقة وباصس على كل اللي كان بيحصل فيها عمالك في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ في عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقولك انك انت تصبر وان في عرض هيجي لك آآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيك تبديت العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعدوكو في عندو اللي عايزبين والغير مرتبطين في عندك ارتباط آآ بس شايفك في الارتباط ده هتبقى قافل على قلبك شوية محافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ دي نفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن في علاقة زواج وعلاقة زواج سعيد كمان آآ آآ في زواج في زواج وبقوة آآ في زواج آآ واللي في رجوع لعلاقة ازيمة او ممكن يكون في رجوع لعلاقة ازيمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع تاني لكن في زواج وآآ بعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الطرف التاني لو انت زالين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيجي وهيكلمك. آآ في زواج آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين. ممكن يكون عنده اختيارين آآ محتار بينهم آآ لكن هتقدر تكرر وهتقدر تختار. انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاتنين حب والاتنين ارتباط والاتنين زواج آآ فهنا القرار هيكون في ايه بك انت يعني. آآ بس تحاول تطلع من حالة الحزن والاكتئاب انت عندك حزن واكتئاب. آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قريدي في عندك علاقة فعلا انتهت. في علاقة انتهت خالص انت حزين جدا بسببها. ده تفكر بحكمة. آآ تفكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه. آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد. آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمصيحة بتاعتك. آآ انك ما تترددش. ده ليش تتردد? حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع. يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل. حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك تنجحها. ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين. ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ وآآ وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. آآ شكرا للمتابعة.